لما بتعملوا حفلات في الأبرا وتحيوا فيها ذكرى عبدالوهاب وسيد درويش وعبدالحليم وستم كلسوم الحضور يعني هللاحظت مسلاً أنه بقى فيه تغيير في شكل الحضور بقى فيه شباب أكتر لأنه أنا بقيت بحس أنه الشباب بقيت بتسمع أكتر وزي ما كنت يمكن بتكلم مع الناس في الأول إحنا زي ما كنا بنستغرب الأغاني دي ونستغرب أهلنا عادي مستمتعين قوي وإحنا قصلاً مش فاهمين حتى نص الكلام اللي بيتقال اللي كانوا بيقولوا لنا زمان وإحنا صغيرين لما تكبروا هتفهموا الستة بتقول إيه وبترين فعلاً نكبر ونستمتع بالطراب ده فهل ده بينعكس على الإقبال في الحفلات في الأبرا؟ فيش كلام طبعاً دي بترجع للأسر يعني الأسرة الأب والأم يعني ياخدوا ابنهم معاهم ياخدوا بنتهم معاهم عشان يحضروا حفلة في الأبرا اسمها أغاني موسيقى عربية لزمن الفن الجميل على فكرة فعلاً في تزايد في عدد الشباب اللي بيحضروا الحفلات في السنوات الأخيرة وده برضو قلنا عشان بيرجع لأن أسرهم بتاخدهم معاهم الحفلات وبالتالي هم بيحبوا يحضروا الحفلات تاني مرة لما بيحضروا حفلة ويعجبوا قوي بالكلمات بالألحان بأداء الفنانين اللي بتقديه بالتالي بيطلبوا من أهليهم أنهم لازم يحضروا حفلات تانية النهاردة الحفلات يمكن فيها نسبة مش قليلة من الشباب اللي هو يعني من سن يعني نقدر نقول من سن عشرين لسن أربعين أنا بلاحظ يعني والله أنا يعني يمكن في بعض الحفلات يعني يجي الشباب يمكن أصغر من عشرين يجي سلموا علي جايين مع أهليهم ولقيهم معجبين جدا بالأعمال اللي احنا بنقدمها في ضر الأبرة المصرية وده عامل مهم قوي على وزارة الثقافة والإعلام كذلك طبعا اللي هو تصقيف النشء الصغير والشباب بأعمال خالدة لها قيمة تراثنا تراثنا اللي هو بيعبر عن هويتنا الحقيقية مصر صعوبة أداء الأغاني التراثية دي هل أنتوا طول الوقت بيبقى الغالب على الموضوع أن أنتوا بتحاولوا تستحضروا روح الشخصيات دي وأداءها ولا لا الموضوع بيبقى متروك لأدائك الشخصي ويعني طبعك أنت بيبقى باين على الأغاني هو فيه فروق بين فدان وفنان الفنان لو حط في المغة التقليد فدي طبعا هيبقى حاجة يعني مش مقبولة يعني ممكن تبقى مقبولة بشكل أنه هو حاجة لطيفة بيقدمها أنه بيقلد أما الفنان اللي هو جواه بالفعل فنان حساس وتكوين وجداني خاص به هو موهوب ممكن يغني لأي فنان ويتقبل لو سواء اللي غنى عبدالوهاب اللي غنى العبدالحليم غنى الفريد غنى الفوزي غنى الغيرهم بيبقى مقبول وين اللي طبعا صوته كانت صعبة يعني جدا الوصول ليها من الأسماء الكبار اللي حضرتك بتتكلم عليه يعني كصعوبة أداء فريد الأطرش فريد الأطرش عنده مساحات صوتية رهيبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر